أهلا بيكم معاكم ميرا شريف خبرت التجميل العناية بالشعر والبشرة النهاردة هنتكلم في موضوع يهم كل أم ماسك الشعر للأطفال من حاجات طبيعية في البيت طبعا زي ما احنا عارفين ان الأطفال لازم نستعمل لهم حاجات طبيعية من ضر الشعرهم النهاردة هنعلمكم ازاي تعملوا ماسك من البيت بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت مصري تيجوا معايا نشوف يلا الماسك المكونات بتاعتنا النهاردة عبارة عن بيضة وصفار بيضة وزيت زتون ولمون لو ما عنديكيش زيت الزتون ممكن تستخدمي زيت لوز أو جوجوبة بس أنا بفضل زيت الزتون لأنه هو مليان فيتامينز للشعر هننزل أول حاجة بالبيضة بيضة كاملة وبعدين صفار البيض وحننزل بنقطتين لمون بالزبط هنضرب الكلام ده في الخلاط وبعدين هننزل بزيت الزتون تدريجيا حبة حبة وأضرب هنزل تاني بزيت الزتون برضو بالمنظر ده وأضرب تاني وبعدين ننزل بآخر حبة عندنا طبعا إحنا في الأول ما قلناش إن إحنا هنحط كباية زيت زتون كاملة يعني المقدار اللي أنا هحطيه ده كباية كاملة بس نزلت بيها تدريجيا خلصنا ضرب هنطلع الحاجة بقى من جوه إنتوا عارفين فكرة المايونيز هو هيبقى عامل زي فكرة المايونيز بالزبط بالمنظر ده بقى معينا حمام كريم طبيعي من البيت لشعر الأطفال قادر أستعمله مرة في الأسبوع كده بقى عندنا حمام كريم جاهز من البيت لشعر الأطفال ممكن بقى أنا أضيف من عندي في البيت معلقة عسل أو أحط كابسولات فيتامين إيه حمام الكريم ده بيعمل إيه؟ بيطاري شعرهم جدا وفي نفس الوقت بيغزيه ممكن أحط من الجدور لغاية الأطراف يعني هقسم الشعر ساكشنز وحط على كل خصلة حمام الكريم واسيبه لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة والبس الشاور كاب بعد كده أخسله بالشامبو عادي جدا يا ترى إيه فواية حمام الكريم ده؟ أول حاجة البيت بيمد الشعر بالبروتينات اللي الشعر محتاجها تاني حاجة اللمون بيلمع الشعر جدا وزيت الزتون بيطري الشعر وبيمنع التعصف وكمان بيتقل الشعر فده مش هيخليني ده أنا أقدرش أحطه على الجدور لا أنا أحطه على الجدور وأحطه على الأطراف وأحطه على كل الشعر لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وصيبوا أي كومنت في الكومانس وأنا هرد عليكم